السلام عليكم اليوم سنكون مع حلقة لغوية حرف ألا جاء في القرآن الكريم في مواضيع عديدة وهذا الحرف ألا يستعمل في حالتين ألا تأتي استفتاحية وألا تأتي تحضيضية وقد جاءت في القرآن الكريم بهذين المعنيين في مواضيع عديدة سنأتي بأمثلة عن ذلك ألا الاستفتاحية هي حرف يفتتح به الكلام للتنبيه وتختص بالجملة الإسمية في الغالب وكمثال عن ألا الاستفتاحية ما جاء في سورة يونس يقول الله عز وجل ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقد وردت مرتين ألا إن وعد الله حق وألا إن لله ما في السماوات والأرض وكما ذكرنا هنا استفتاحية للتنبيه ويفتتح بها الكلام ونلاحظ أيضا أنها جاءت مع الجملة الإسمية وكمثال آخر ما جاء في سورة البقرة يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أيضا جاءت ألا استفتاحية ألا إنهم هم السفهاء وهي للتنبيه وجاءت أيضا مع الجملة الإسمية وكمثال ثالث عن ألا الاستفتاحية ما جاء في سورة البقرة يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وألا أيضا هنا استفتاحية وجاءت مع الجملة الإسمية أما ألا التحضيضية فتستعمل للعرض والحض أو التحضيض وتختص بالجملة الفعلية وكمثال عن ألا التحضيضية ما جاء في سورة النور يقول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فألا جاءت في عبارة ألا تحبون أن يغفر الله لكم للحض والعرض ونلاحظ أنها جاءت مع جملة فعلية ألا تحبون وكمثال ثاني عن ألا التحضيضية ما جاء في سورة التوبة يقول الله عز وجل ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ونلاحظ أن ألا جاءت هنا للعرض والحض ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وقد جاءت مع الجملة الفعلية ألا تقاتلون هذا هو قرآننا العظيم وهذه لغتنا العربية بجمالها ودقتها فلنتعلم لغتنا لنتدبر هذا القرآن ونعمل به عسى أن ننجو يوم القيامة نسأل الله الهداية والإخلاص والتقوى والاستقام دائما وأبدا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم ترجمة نانسي قنقر